قرار الكونغريس بشأن موافقة على تسليم صواريخ مضادة للدبابات من نوع جافل لأوكرانيا كشف عنه مكتب التعاون العسكري في وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير نشره عبر موقعه ووفقا للوثيقة المنشورة للهيئة الأمريكية فقد طلبت الحكومة الأوكرانية 210 صواريخ و37 قذيفة ووفقا لهذه الوثيقة فقد طلبت الحكومة الأوكرانية 210 صاروخ ويشمل هذا الأمر توريد المعدات العسكرية التدريب والمساعدة التقنية والنقل وغير ذلك من جوانب الخدمات اللوجستية بما مجموعه 47 مليون دولار وقال التقرير إن البيع المقترح لن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة هذا البيع المقترح سيسهم في دعم سياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز أمن أوكرانيا نظام جابلين سيساعد أوكرانيا على بناء قدراتها الدفاعية على المدى الطويل لحماية سيادتها وسلامة أراضيها من أجل دعم دفاع الوطني اشتركوا في القناة